اشتركوا في القناة وردت هانسوي على ستوري هيري بسوري اخرى بعد ذلك اكدت هانسوي علاقتها مع اليو جونيو الموضحة للموقف وذكرت انها ستعتذر لهيري عن ستوري الذي قامت بنشره للرد عليها في 18 مارس لجأت هيري الى حسابي على انستغرام للاعتدار ايضا ومشاركة بيانها مرحبا هذه هيري اولا اعتذر بشدة عن التكهنات والخلافات التي نشأت خلال الايام القليلة الماضية بسبب مشاعر الشخصية اعتقد انني فشلت بالتفكير بالتأثير الذي قد احدثته كل تصرفاتي البسيطة اعتذر بصدق لاي شخص تضرر بسببي في نوفمبر الماضي كشفت التقارير بان علاقة بريو جونيول ذات 8 اعوام قد انتهت لم يكن قرارا تم اتخاذه في فترة زمنية قصيرة وحتى بعد ظهور اخبار الانفصال تحدثنا اكتر عن وضعنا ومع ذلك لم نبقى على تواصل اوليقة منذ تلك المحادثة وبعد اربعة اشهر اعتقد انني كتبت ذلك بسبب مشاعري بعد رؤية الاخبار الجديدة والتي لم افكر بها كالفنانة ليهيري وانما كهيري اعتذر مرة اخرى عن التسبب في الادى بسبب افعالي المتهورة خلال الايام الماضية لم اشرح سبب تصرفي لانني اعتقدت ان محادثاتنا كانت شخصي اكتر من اللازم ولن تؤدي الا الى زيادة التعب اذا كان هذا قد سبب ارتباك لأي شخص فانا اسف ايضا لذلك للمضي قدما ساكون اكتر حجرا في كلماتي وافعالي شكرا لكم ساحدف هذا المنشور قريبا شكرا وبهذا اكون قد وصلت الى اخر الفيديو اتمنى ان تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس امنا اني ويقسيوكم سامندا